تفهم يا فندم اللي عندك اللي جاي دوت دي فكرة مفتوحة حركت تحكي لنا إيه اللي بيحصل عشان قبل ما نخش الهوى انت قلت لي كلام ممتع جداً حمسني جداً قبل ما نخش الفكرة دي وخلاني داخل على هزي الفكرة متحمس جداً وأنا متأكد لما هتتكلم دلوقتي الناس كمان اللي بتفرجناها هتتحمس جداً والله أنا سعيد جداً باستضافة النهاردة في التلفزيون المصري شكراً دي حاجة يعني تسعدنا وفخر إلينا أن يكون فيه برنامج جيد زي كده في التلفزيون شكراً الكلام اللي قلت لحضرتك حمس حضرتك لأن أنا حازز به وكلام الحقيقة فيه جزء كبير جداً بيمثل طموحات وأحلام الشباب المصريين خاصةً اللي عايزين عابوا كرة قدم فيه ناس كتير جداً عندها طموحات لك مش عارف يحط طموحه فين أو يقدر يوصل إزاي المشروع ابتدى بمبادرة وتوجيه من فخامة الرئيس عفتح سيسي مجازات أن أطلق عليها ليه ما يكونش عندنا ميدة محمد صلاح صحيح وده بيمثل زي ما قلت لحضرتك حلم مشروع طبع الرئيس الجمهورية بيحلم أن ليه ما يكونش فيه ميدة محمد صلاح ومصر قادرة أن يكون فيها ميدة محمد صلاح في كل مجالات مش كرة قدم بس ووزارة شباب والرياضة تبنت الفكرة وطرحت مشروع اسمه المشروع القومي اللي تشاهدوا رأي الموهبين كرة قدم كان ليه أنا شرف أن أنا أقدم مع مجموعة استشارية دراسة للوزارة مجموعة دولية إزاي نقدر ننفذ هذا المشروع القومي للبلد بحاجة ليه باسم مصر إمكانياتها النظرة للعالم بيبصنا بها النهاردة بعد محمد صلاح رفع سقف الطموحات والتوقعات من بلد زي مصر صحيح نسأل دلوقتي مين بعد محمد صلاح يعني ربنا رب يتقول فأمره في الملاعب بس كذلك له نهاية في الملاعب بنسأل طول الوقت هو في حد بعد محمد صلاح إن شاء الله ومحمد صلاح كمان مش ملاعب يعني أنا بتالي أن محمد صلاح عدى مرحلة أنه هو مجرد لعب طبعا مع كامل احترامي لكل اللاعبين المصريين لكن هو عدى المرحلة دي بأن الله سفير ونموذج ونموذج يحتزى به للشباب عموما في الطموع وفي الإصرار وفي أن أنا ممكن أوصل صحيح فطرح المشروع القومي والحمد لله تم توقيع بروتوكول للتنفيذ هذا المشروع على مدار خمس سنين الفكرة العامة هي اكتشاف الموهبة وإيه هي الموهبة هل الموهبة المصرية موجودة ولا مش موجودة موجودة فين إيه هي الأسس اكتشاف الموهبة فتم وضع أسس علمية من خبراء دوليين في اكتشاف الموهب من مدارس مختلفة من هولندا ومن انجلترا ومن بلجيكا ومن ألمانيا استعنى بمجموعة جبيرة جدا من الخبراء الوزارة كلفت المجموعة دي بدراسة الموقف وتقديم مشروع كيف تحديد الموهبة تنميتها ثم المرحلة اللاحقة تسويق الموهب فالمشروع متكامل من أول مرحلة الاكتشاف حتى مرحلة التسويق هيل جدا